دكتور ميل جرام أستاذ علم النفس الجامعتي للأمريكية عمل تجربة من أشهر التجارب اللي اتعاملت في علم النفس واللي تسمت باسمه تجربة ميل جرام أو ميل جرام إكسبرمينت التجربة كانت سنة 1961 ميل جرام عمل إعلان في الجريدة بيطلب فيها 500 شخص يشتركوا في بحث علمي عن الذاكرة والتعلم والإعلان بيطلب ناس من جميع الوظائف والأعمار تتراوح من 20 ل50 سنة وإن الجامعة حتدفع للمشترك مبلغ 4 دولار وقتها كان مبلغ كويس المهم إن في ناس تقدمت وقالوا لهم إن التجربة عن أثر العقاب على ذاكرة الطالب المتعلم لكن في الحقيقة إن التجربة ما كانتش عن كده كانت عن الطاعة والرفض التجربة بتتكون من 3 أشخاص أستاذ وطالب والبروفوسير ميل جرام اللي حيقوم بدور الأستاذ هو المشترك اللي تقدم للتجربة وهو اللي معمول عليه التجربة لكنه مش عارف إن التجربة دي معمول عليه والطالب هو تبعهم لكنهم مفاهمين المشترك إن الطالب ده هو مشترك زيه وبيعملوا قرعة تمثيلية عليه علشان يشوفوا مين اللي حيكون طالب ومين اللي حيكون أستاذ وطبعا كتبين على الورقتين بتور القرعة كلمة أستاذ عشان المشترك يلبس في دور الأستاذ المهم إن الأستاذ عليه إنه يسأل الطالب أسئلة تختبر ذاكرته لو الطالب جاوب على أي سؤال غلط فالأستاذ عليه إنه يدوس على زرار يكهرب به الطالب على أمل إن هذا العقاب حيخليه مرة جاية يركز ويفتكر ويجاوب صح والمطلوب كمان من الأستاذ إن مع كل إجابة خطأ لازم يزود العقاب بإنه يزود شدة الطيار الكهربائي بالتدريج من جهاز مكتوب عليه أرقام بتبين شدة الطيار يعني مكتوب طيار خفيف أو متوسط أو شديد أو خطر طبعا الطالب اللي تابعهم ما كانش بتكهرب ولا حاجة لكنه كان مع كل إجابة خطأ يمثل إنه تكهرب ومع كل طيار كهرباء عالي يسرخ ويقول خرجوني من هنا أنا عندي القلب أنا حموت معظم المشتركين كانوا متضيقين فعلا إنه بيتقلم ومع ذلك استمروا في تنفيذ أوامر البروفيسير مير جرام اللي كان دوره في التجربة إنه يضغط عليهم ويقول لهم إنهم لازم يستمروا وما ينفعش إنهم ما يكملوش وإن التجربة تستدعي إن الطالب لازم يشعر بالألم حتى لو صرخ وعانى وإن المسئولية مسئوليته لو حصل شيء للطالب حوالي 65% من المشتركين استمروا في التجربة ووصلوا العقاب لأقصى طيار كهربائي اللي كان مكتوب عليه خطر جدا وحوالي 35% فقط من المشتركين رفضوا إنهم يطيعوا البروفيسير مير جرام وتوقفوا مع أول صرخة من الطالب ورفضوا تماما الاستمرار في التجربة كل المشتركين كانوا مبسوطين لما عرفوا حقيقة التجربة وإن ما فيش أزا حصل للطالب ولما البروفيسير مير جرام سألهم عن سبب إنهم استمروا في إيلام الطالب رغم إنه كان بيصرخ من الألم وبيستعطفهم إن عنده القلب وممكن يموت البعض منهم قال إنهم كانوا مطمنين إن المسئولية تقع على البروفيسير لو كان حصل أي شيء سيء للطالب والبعض قال إنهم كانوا لازم ينفذوا الأوامر عشان البروفيسير كان بيضغط عليهم عشان التجربة لازم تنجح والبعض الآخر كان شايف إن الفائدة من التجربة أعلى من الضرر فكان لازم يستمروا يعني حتى لو الراجل مات فمش مشكلة طالما إن فيه هدف أسمى التجربة دي مير جرام أثبت فيها إن الطاع العمياء تحت الضغط وردة جدا عند البشر إن أنا ممكن للأسف الشديد نطيع ونقذي بعض حتى لو كان ده ضد أخلقنا وما بدأنا شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة